قال له علمني الجمال قال له شجع الاهل بانتظام قال له علمني السعادة قال له شجع الاهل بزيادة ده المختصر المفيد عشان تريح نفسك وتسد ودانك عن أي كلام وعن كل الكلام اللي مش عاجبك واللي بيدايق البعض مش هتوقف كتير بقى أمام البعض الغاضب الزعلان اللي متدايق اللي مش فرحان لكن اتوقف كتير قوي أمام الملايين من المسعدين من محبي النادي الاهلي ومن محترم النادي الاهلي مش لازم تكون مشجع النادي الاهلي عشان يعني اقول لك برافو عليك لكنه ممكن تكون ما بتشجعش الاهلي لكن بتحترم الرياضة وبتحترم الكورة وبتحترم الروح الرياضية وبتحترم الأخلاق وبتحترم البطولات وبتحترم التاريخ وبتحترم الانصارات وبتحترم القيمة وبالتالي يكون لك احترامك وانت بتتكلم عن النادي الاهلي زي ما سمعته كده في المؤدمة اللي بنسميها كده باللغة اللغة الاعلامية الافان تيتر او تيتر المؤدمة زمان كنا نقرأ كنا نسمع كانوا نحكونا حكايات يقولك نادي طلبة المدارس العليا نادي سعد زغلول نادي مصطفى كامل نادي المصريين نادي الانتصارات النادي اللي تأسس 1907 عمر بيك لطفي وجعفر بيك والي واسماء كثيرة عظيمة ويمر عليك اسماء العديد من رؤساءه احمد عبود باشا الفريق اول عبد المحسن كامل مرتاجي كابتن صالح سليم والكثير من رموزه كمال بيك حافظ واسماء بقى عظيمة رائعة مرت عبر تاريخ النادي الاهلي وصولا الى كابتن حسن حمدي الى كابتن محمود الخطيب ومهندس محمود طاهر واسماء كثيرة جدا جدا لكن هناك علامات بارزة في تاريخ النادي الاهلي علامات تظل مميزة في تاريخ النادي الاهلي صنع التاريخ وحقق التاريخ لكن الواقع اللي احنا بنعيش فيه الان هو واقع جميل كتير يقولك الواقع المرير والواقع المؤلم الا الاهلوية يقولك هذا الواقع الجميل هذا الواقع السعيد لانه زي ما قلنا الحقيقة احنا في فخر ان احنا بنعيش هذه اللحظات ما في بطولة عالم الا وانت موجود فيها ما في منصة التتويج الا والحمد لله انت موجود فيها ما في مناسبة عالمية الا ومن فضل الله وانت موجود فيها وبالتالي الاهلي في هذا العهد وفي هذا العصر وفي هذه السنوات يعيش افضل واسعد وازهى عصوره ازهى ايامه وبالتالي جماهيره بتعيش هذه المرحلة الجميلة وهذه الفترة الرائعة شديدة الجمال وشديدة الروعة في تاريخ النادي الأهلي حيفضلوا يحكوا لولدنا ويحكوا الأحفادنا بإذن الله على اللي عملوا النادي الأهلي في بطولات العالم واللي عملوا النادي الأهلي في البطولات الإفريقية واللي عملوا النادي الأهلي في عدد البطولات بشكل عام لكن ما يحدث خلال السنوات القليلة الماضية يؤكد لك أن هناك إدارة محترمة خلفها جمهور ما أعظمه ما أروعه ما أقوى ما أكثر احترامنا لهذا الجمهور أو لهذه الجماهير الحقيقة اللي فعلا قدرت تصنع للنادي الأهلي تاريخ مع إدارته مع لعبته مع مدربيه مع موظفيه مع عماله يا جماعة الانتصار ما بيجيش بدنانا أطلع أقوله إحنا مش عارف إيه أحسن إيه في الإيه ولا إحنا في إيه لا الانتصار والنجاح بيجي بعمل بجهد بي أقول إيه بسعج طول الوقت أسأل حاجة دلوقتي أقولك يا عم روح في لقطة كده جميلة في فيلم مع عادل آدم فبيراضي الراجل فبيقول له يا باشا ولا يا معلم أنا مش عايز منك حاجة أنا عايز بس رضاك عني قال له هاتياد روح وأنا راضي عنك فروح يا عم وأنا راضي عنك خلاص ما فيش مشكلة لكن هنا رضا جمهور الأهلي عن فرقته رضا أعضاء الأهلي عن فرقتهم رضا محب النادي الأهلي عن فرقتهم أعتقد جاي ونابع من هذه النجاحات المتتالية ما في سنة من فضل المولى عز وجل إلا فيما نظر الأهلي خلى دلابه من البطولات تروح على دلاب بطولات النادي الأهلي تتخض من كثرة هذه البطولات لكن الأهلي لا يجبع ولا يهدأ أبدا عنده نهم البطولات وعنده نهم الانتصارات وعنده دائما وأبدا الفرحة بتاعت أنك إزاي تحصل على بطولة ولما تاخد بطولة بتحطها جنب اللفات وتقول بكرة عندي بطولة جديدة ولما بيخسر بطولة بيبقى يوم صعب جدا على جمهور الأهلي وعلى مدربيه وعلى قدرته وعلى لعبيه وعلى جماهيره وعلى عماله وعلى موظفيه وعلى كل محبي النادي الأهلي النادي الأهلي اللي استطاع أنه يجعل اسمه على كل لسان من أخصاها إلى أخصاها ومن أدناها إلى أدناها يظل هو النادي الأهلي بطولات لا تتوقف نجاحات لا تتوقف ميزانية بسم الله ما شاء الله الفروع بسم الله ما شاء الله النجاحات النجوم وهكذا هو النادي الاهلي والكل دائما وابدا بيصب في خانة واحدة خانة النادي الاهلي في شو هدي يقول لك انا عملت وانا خليت وانا جيت لكم انتوا ما كانش عندكم نادي انتوا ما كانش عندكم بطولات انتوا ما كانش عندكم وانا خليتك لا 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 ولا حد يقدر يقول هذا الكلام في النادي الاهلي فيبخته اللي كان اهلاوي وبالتالي افضل اكرر واقول من جديد الحقيقة انه الاهلي دائما وابدا بيشرف ابنائه بيشرف جمهوره الاهلي بيشرف مصر لانه زي ما قلته بقول وحفظه لقول انه لولا الاهلي على مصر خلال السنوات الماضية كانت الكرة المصرية وصلت لمرحلة شديدة الصعوبة فلما جماهيره تقول اعظم نادي في الكون فهو بالفعل اعظم اعظم نادي في الكون لما تقول نادي القيم هو بالفعل نادي القيم هو بالفعل نادي المبادئ هو بالفعل نادي الاحترام هو بالفعل نادي البطولات هذا واقع وليست احلام اللي عايز يحلم يحلم زي ما هو عايز مش حقدر احرمك من انك تحلم لكن احنا بنفوق من احلامنا على واقع وردي جميل بنحسه بنشوفه فيه اللي بيفوق من الحلم بتاعه على كبوس تئيل صعب بالرزل رخم قد يؤدي في النهاية الى الجنون لكن احنا بيؤدي الى الفرحة بيؤدي الى السعادة لان احنا بنحلم وعارفين احنا بنحلم بايه ونقدر نوصل لايه غيرنا مش حتى بيحلم غيرنا بيتوهم والوهم يعيني بيؤدي في النهاية الى الجنان او الى الجنون لان الجنان دي حاجة كويسة الى الجنون فاعتقد انه النادي الاهلي دائما وابدا عند صقة جماهيره وعند صقة محبيه